بعد أن كانت عدن بوتقة للمدنية وعنوانا للتعايش جعل منها رعاة الإرهاب بؤرة للخوف وانعدام الأمن وصار تعاصمة للاغتيال والانفلات الأمن أكثر من ثلاثين من الدعاة والآئمة والخطباء تعرضوا للقتل والإعدام بدم بارد بعضهم أغتيل في وضح النهار وفي دروب المساجد وضع محزن اضطر معه نحو مئتين من خطباء ودعاة عدن للهجرة قصرا خوفا من أن يكون أي منهم الهدف التالي للاغتيال الوحشي اغتيال ممنهج هذا ما أكده نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية أحمد الميسري في لقاء جمعه اليوم مع عدد من آئمة وخطباء عدن بتعريف ما حدث ويحدث بأنه استهداف ممنهج يسير بشكل منظم وهناك من يموله غير أنه لم يتحدث عن من يرعى ويدعم أدوات الغدر والقتل في عدن الوزير الميسري كشف عن احتجاز الأجهزة الأمنية لخليتين من خلايا الاغتيالات اغتالت أحد عشر من الأئمة والخطباء في العاصمة المؤقتة عدن وقال إن التحقيقات اكتملت مع المتهمين بجريمة اغتيال الشيخ سمحان الراوي وسيحالون إلى المحاكمة في أقرب وقت موضحا أن التحقيق مع الخليتين استمر بصمت مدة شهرين وأيام وأن العمل متواصل لتتبع الخلايا الأخرى ومحاسبة كل من ارتكب الجرائم وكشفهم للرأي العام حديث الوزير الميسري يكتسب أهمية كونه المسؤول الأول في الوزارة المعنية بالأمن رغم ما يمكن اعتباره إنجازا للداخلية إلا أن أكثر من تسعة عشر من ضحايا الاغتيال لا يزالون بلا غريم واضح ولا تزال أعمال القتل والاغتيال مستمرة في العبث بأرواح الأبرياء